بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياتكم الله ورحمة الله وبركاته مع درس جديد من دروس شرح الواتي وش من طريقي الشاطبية وقفنا عند قول تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين جاءهم مد المتصف الإشباع موسى لنا فيه وجهنا الفتح والتقليل بآياتنا بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة ما هذا إلا مد منفصل في الإشباع سحر سحر مفترا سحر راء مضموما قبلها حرف ساكن ترقق الراء مفترا وما سمعنا في الوصل لنا الفتح وفي الوقف لنا التقليل لأنه مدوة الراء طبعا امتناع التقليل في الوصل لأنه منون في آبائنا مد منفصل في الإشباع آبائنا بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة وفيه مد منتصف في الإشباع طبعا لأولين نقل حركة لمزا إلى الساكن قبلها طبعا لعندنا موسى ذاتيا وعندنا بآياتنا وآبائنا بدل في الموضعين والعارض للسكون هو الأولين على الفتح في موسى لنا في البدل في الموضعين الفتح ولنا في العارض للسكون الإشباع القصر والتوسط الإشباع نعطف بالإشباع في البدل وعليه الإشباع في العارض للسكون نعطف بالتقليل في موسى وعليه التوسط في البدل في الموضعين ولنا في العارض للسكون وهو الأولين التوسط والإشباع نعطف بالإشباع في البدل لأنه يأتي على التقليل وعليه الإشباع في العارض للسكون وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون موسى وجهان الفتح وتقليل ربي أعلم قرأه نافع بفتحي ألياء جاء مدرم التصري في الإشباع بالهدى وجهان الفتح وتقليل الدار التقليل قولا واحدا طبعا عندنا موسى وابلهدى من دوات الياء على الفتح في الموضعين لنا في الظالمون ثلاثة العارض وعلى التقليل في الموضعين التوسط والإشباع في العارض للسكون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هامان على الطين فجعل لي صرحا فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين يا أيها الملأ من فصل في الإشباع من إله نقل حركة لمزة إلى السكينة قابلها لعلي أطلع قرأه نافع بفتح ألياء لعلي أطلع إلى إله ملأ من فصل في الإشباع موسى لنا فيه وجهانا الفتح والتقليل طبعا على الفتح في موسى لنا في الكاذبين ثلاثة العارض وعلى التقليل في موسى لنا في الكاذبين التوسط والإشباع واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون في لارة نقل حركة لمزة إلى السكينة قبلها وظنوا أنهم مدون فصل في الإشباع أنهم إلينا صلت من الجمع وهو من قبيل المدون فصل في الإشباع ستحركات لا يرجعون بفتح ألياء وكسر الجيم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين طبعا في اليم المي مشددة هيغلنا حركة وجعلناهم آئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وجعلناهم آئمة صلة من الجمع ومن قبيل المدون فصل في الإشباع آئمة لنا فيها وجه واحد فقط وهو التسهل بين بين ولا يصح الإبدال من طريق الشاطبية إلى النار التقليل قولنا واحدا وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين الدنيا لنا فيها وجهنا الفتح والتقليل المقبوحين عارض للسكون فعلى الفتح في الدنيا لنا في المقبوحين ثلاثة العارض وعلى التقليل في الدنيا لنا في المقبوحين التوسط الإشباع ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون لولا بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولقد آتينا هذا بدل مغير بالنقل في القصر والتوسط الإشباع موسى في الوقف لنا الفتح والتقليل وفي الوصول لنا الفتح فقط الالتقاء الساكنين من بعد ما أهلكنا مدمون فصل في الإشباع لولا نقل حركة لمزايا للساكني قبلها وفيه ذاتياء في فتح وتقدير وجهان بصائر مدمون فصل في الإشباع وفيه راء نفتوح قبلها كسر ترقق الراء وهدى في الوقف لنا وجهان الفتح والتقليل وفي الوصول لنا الفتح للالتقاء الساكنين طبعا عندنا بدل في ولقى ذاتين ولنا يائي في لولا ولنا يتذكرون عرض للسكون على القصر في البدل ولقى ذاتين لنا في لولا الفتح ولنا في يتذكرون ثلاثة العرض نعطف بالتوسط في البدل ولقى ذاتين وعليه التقليل في ذات الياء وعليه في العرض للسكون التوسط والإشباع نعطف بالإشباع في البدل ولقى ذاتين وعليه الفتح في لولا وعليه في العرض للسكون الإشباع نعطف بالتقليل بين بين في لولا لأنه يأتي على الإشباع في البدل وعليه في يتذكرون الإشباع كذلك هذا ما فتح الله ولنا عز وجل في هذا الوجه والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته